مرة اخرى يعود موضوع عودة الحكومة الى عدن لتصدر الاخبار عودة ينتظر منها اليمنيون احداث تغيير على الارض ينبع من اهمية عدن التي قال عنها رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر امام مكتبها التنفيذي الخميس الماضي عدن هي مثالنا ومنهجنا للتقدم فان تقدمت عدن اخذتنا معها وان تأخرت عدن اثرت في وجودنا فالامن في عدن هو امن لليمن كلها كلمات يدرك معناها كل مواطن يمني ارتفعت اسهم اماله في الفضاء حين تحررت عدن منها مجية الماليشيا قبل ان توجه لكل الامال ضربات متتالية عبر اختلالات امنية ضاعفت من خطرها تعدد اللافتات الامنية في عدن وعمل بعضها بعيدا عن سرب الشرعية وتلك حقيقة تجعل من التحدي الامني ابرز تحدي تواجهه الحكومة التي تدرك نظريا ما ينبغي ان يكون او وفقا لكلمة رئيس الحكومة لا يجوز ان يكون هناك اكثر من امن في مكان ما انطلاق الحكومة من معالجة الاختلال الامني في عدن هو وفقا لمراقبين تأكيد لحقيقة ان الشرعية هي السلطة الوحيدة في البلاد وهي الحقيقة التي بدونها يبقى كل تحرك في المناطق المحررة محققا لاهداف الانقلابيين لا لاهداف اليمنيين بالتوازي مع عمل الحكومة المفترض في اصلاح الاختلالات الامنية تبقى الخدمات الاساسية اقرب الطرق واقصرها لعقل المواطن في عدن وعموم اليمن وعلى قدر سجل توفير الخدمات يكون سجل نجاح الحكومات فاليمنيون لا يريدون لعودة الحكومة الى عدن ان تتحول لعمل روتيني متكرر بل يريدون للعودة ان تجعل من عدن نموذجا لليمن حيث المدينة التي يتعايش فيها الجميع بلا اقصاء وتتوفر فيها الخدمات بلا استخناء ويأمن فيها المجتمع من كل ارهاب وتلك مطالب يريدها المواطن في كل منطقة محررة وفي المقدمة بالتأكيد عدن التي يذكر لها التاريخ القريب انها كانت في منتصف القرن الماضي الميناء الثاني عالميا بعد نيويورك